وزير الداخلية السيد عبدالوافي الفتيت يبرز الدور الريادي لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في قضايا الهجرة والذي جعل من المغرب نموذجاً إقليمياً وذلك خلال مؤتمر وزاري حول تدبير تدفقات الهجرة نظم في إطار الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي بحضور عدد من الوزراء الأوروبيين والمغاربيين والأفارقة والمفوضين الأوروبيين وممثلية العديد من المنظمات الدولية السيد الفتيت صدت الضوء خلال هذا المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الفيديو على الدور الذي يطلع به المغرب كشريك استراتيجي في قضية الهجرة اللقاء يتوخى تعزيز الحوار حول الهجرة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد وتوطيد الشركات ذات المنفع المتبادلة في هذا الصدد ذكر السيد الفتيت بالدور الريادي لصاحب الجلال الملك محمد السادس الذي جعل من خلال رؤيته الإنسانية والمبتكرة والمبادرة غير المسبوقة التي اتخذها جللته من الحكامة المغربية في مجال الهجرة نموذجاً إقليمياً كما شدد الوزير على ضرورة استباق أثار الأزمة الصحية الراهنة وعواقبها الإجتماعية والاقتصادية التي سترخي بظلالها لمحالة على تدفقات الهجرة دعياً في هذا الصدد إلى ترسيخ النهج المنسق بين بلدان ضفتي المتوسط باعتبارها أولوية لبلورة وتنفيذ استراتيجية منسجمة ومتماسكة ومتأثرة تماماً في مجال الهجرة وذكر السيد الفتيت بدور الشركة الرئيسية التي يطلع به المغرب في مجال الأمن الإقليمي والجهود الهامة التي يبدلها في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود وأكد في هذا السياق على ضرورة تحمل كافة بلدان المنطقة مسؤولياتها كل فيما يخصه لمواجهة تحدي الأمن الجماعي